بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلال الفيديو ده هنحاول اننا نجاوب على السهل الرقم 10 وهو ما هو الفرق بين البوليمر العشوائي والبوليمر شبه المنتظم سلاسل البوليمر على حسب مرونتها ممكن انها تتواجد بشكل عشوائي جدا للتبسيط ممكن تكون زي كده مع ان سلاسل البوليمر طبعا بتكون اطول بمراحل بالنسبة لدقة قطرها او عرضها وده بيخلي فيه لخفنة عالية تحصل المهم ان سلاسل البلاستيك او اجزاء من سلاسل البلاستيك ممكن انها برضو تتواجد بشكل منتظم جنب بعضها والشكل ده بنقول عليه كريستل ونسبة وجود الكريستل بتعتمد على طبيعة البلاستيك وظروف تشغيله زي ما هنشوف بعدين واحجام الكريستل بتتروح بين بعض النانوميتر والمايكروميتر وطبعا النانوميتر هو جزء من الف جزء من المايكروميتر والمايكروميتر هو جزء من الف جزء من المليمتر والمليمتر هو جزء من الف جزء من المتر عين الإنسان تقدر تميز بوضوح أي نقطتين بينهم مسافة أكبر من 100 مايكرون إنما أقل من كده الرؤية بتكون أصعب والعين بتشوف النقطتين كنقطة واحدة يعني ما بتشوفش الفراغ اللي بينهم اللي هو أقل من 100 مايكرون المهم إن تجمعات السلاسل منتظمة أجنب بعضها أو فوق بعضها ممكن يكون على شكل ألواح أو لاملة والألواح دي بيتروح أبعادها من عشرات النانوميتر لحد 500 نانوميتر وتجمعات الألواح أو لاملة في شكل سلاسل أبعاد بيكون قوة صغيرة من الكريستل اسمها سفيرولايت ودي أحجامها غالبا ما بتكون بين 100 نانوميتر و 10 مايكروميتر نسبة وحجم الكريستل الموجودة في البلاستيك بيأثر بشكل كبير جدا على كل خواص البلاستيك زي الشفافية وقوة التحمل فبشكل عام كل ما زادت نسبة الكريستل كل ما زادت صلابة البلاستيك وكل ما قلت شفافيته ومرنته المهم إن ما فيش بلاستيك 100% كريستل وغالبا بيكون في كريستل زغيرة ومتصلة ببعض بسلاسل غير مرتبة أو موجودة بشكل عشوائي والشكل العشوائي ده اسمه أمورفوس وبالتالي لما بيكون نسبة الكريستل أهل من 5 أو 10% بنعتبر إن البلاستيك ده ما فيهوش كريستل خالص أو عبارة عن أمورفوس ولما بيكون نسبة الكريستل أعلى من كده بنعتبر البلاستيك سيمي كريستل يعني شفه منتظم أو جزئيا فيه كريستل والجزء ده ممكن يوصل لحد 90% كريستل وبناء عليه بيتم تصنيف البلاستيك لنعين رئيسيين ومختلفين بشكل كبير عن بعض في الخصائص وظروف التشغيل وهما البلاستيك العشوائي أو الأمورفوس بوليمر والبلاستيك شبه المنتظم أو السيمي كريستل لاين بوليمر طبعا البلاستيك صاحب الشفافية العالية جدا بيكون في الغالب من البلاستيك العشوائي زي البولي كاربونيت والأكريليك بينما أنواع البلاستيك اللي ممكن تصنعها على هيئة ألياف بيكون في الغالب من البلاستيك الشبه منتظم زي النيلون أو البولي عمايد والبولي سيلين تيرفسالات والبولي بروبين وزي ما هو واضح كده قيمة أو سعر أنواع البلاستيك الموجودة في المسلس ده بتقل كل ما نزلنا لتحت وكمان مقاومة البلاستيك الحرارية بتزيد كل مطلعنا لفوق يعني البلاستيك اللي بتحمل حراره أعلى بيبساره أعلى وحفظة بيبساره خصوص بيتين جزيزيزية بيتين جزيزية بيتين جزيزية